مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب ما زال الدكتور منقذ يطل علينا في من وقت إلى آخر بهجوم موجه نحو الإيمان المسيحي ونحو كلمة الله عش كده موضوع حلقة النهاردة هو فتاوي أو فتاوي الدكتور منقذ عن الإيمان المسيحي ونكلم نهاردة عن اتهام وجهه الدكتور منقذ للإيمان المسيحي وهو أن المسيحية بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام وأن كل شيء مباح في المسيحية الزنا مباح الخمر مباح كل الأمور مباحة ومتروكة لضمير الإنسان فهل هذا الاتهام صحيح؟ وهل ما يوجهه الدكتور منقذ للإيمان المسيحي من فتاوي واتهمات له أساس من الصحة خلونا نشوف الفيديو الأولاني اللي فيه بيكلم الدكتور منقذ عن هذا الأمر لقاءنا يتجدد في مدارس السبب لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى اليوم موضوعه مسيحية بلا شريعة مسيحية ليس فيها حلال وليس فيها حرام كل الأشياء تحل لي أولا أول تعليق على هذا الفيديو هو دكتور منقذ يتحدث من منطق المتكبر يعني شخص يتحدث كوى كأنه خبير في الشريعة المسيحية خبير في علاقة العهد القديم بعلاقة العهد الجديد يتكلم كأنه هو اللي جاي يعلم المبشرين الألف والياء في الإيمان المسيحي يا دكتور منقذ كان غيرك أشتر وبلاش لغة التعالي دي في الكلام الحاجة الثانية أن الدكتور منقذ بياخد موضوع وهنشوف إزاي الموضوع اللي بياخده الدكتور منقذ أساسا هو عنده فكر معين عايز يمشي في هذا الفكر لكن ما بيدرسه كل حاجة عن هذا الموضوع لا يعرف علاقة العهد القديم بالعهد الجديد لا يعرف تفاصيل النموذ في العهد القديم لا يعرف علاقة المسيح بالنموذ ولا يعرف علاقة العهد الجديد بالنموذ ولا يعرف النظريات المختلفة أو التفسير المختلفة أو المدارس المسيحية المختلفة في نظرة المسيح لنظرة المسيحي نحو نموذ موسى كل هذه الأمور هو لا تهمه هو المهم أن يجد أمر يطعن فيه في الإيمان المسيحي شوف الاتهام اللي بيوجهه الدكتور منقذ دكتور منقذ بيوجه اتهام للمسيحية وهو أن المسيحية بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام قد يكون في بعض من الأبعاد ما يقول الدكتور منقذ صحيح وهو أن المسيحية ليست ديانة المسيحية هي علاقة شخصية مع المسيح المسيحية ليست مبنية على فرود يقوم بها الإنسان لكي ما يخلص لكي ما يربح الملكوت أو لكي ما يعني يضمن الحياة الأبدية أو ما لكي ما تخفر خطيئة فالإنسان لا توجد في المسيحية إن أردت أن تخفر خطيئك لابد أن أنت تصوم عشر مرات وتكفر عن كذا وتطعم المساكين المسيحية مفهاش هذا الأمر هذه الأمور بتأتي نتيجة طبيعية للإيمان بالمسيح فالأعمال في المسيحية ليست شرطا للخلاص الأعمال في المسيحية هي برهان على الخلاص برهان على أن الإنسان حياته قد تجددت على أن الإنسان صار إنسانا جديدا لكن المسيحية في جوهرها هي الإيمان بالمسيح بشخصه وبعمل الكفار وعلاقة شخصية مع الله لكن هذا ليس معناه أنه سداح مداح وليست حياة المسيحيين حياة العربدة أو حياة يفعلون ما يريدون لأن هناك غفران للخطايا زي ما واحد قال مش لأن عندك في الأجزخانة في بيتك ميكروكروم أو مضاد حيوي للجروح أن أنت تقعد تجرح نفسك مش معنى أن المسيحية فيها غفران للخطايا بالإيمان بالمسيح وباعتراب بالخطايا يبقى الإنسان يخطئ ده بالعكس ده بتسمو بالإنسان نحن الذين موتنا عن الخطايا كيف نعيش بعد فيها ده المنطق فالمسيحية ترفعنا من مستوى العبيد إلى مستوى الأبناء من مستوى الخوف والرعب من الله إلى مخافة الله هذه هي المسيحية طيب شوف الدكتور مركز في الفيديو التاني بيقول لنا إيه؟ النموس الشريعة الموسوية الأحكام الموسوية يوجد في التوراة ما يقلل من 612 حكم توراة المسيحية اليوم شطبتها جميعا طيب هل كلام الدكتور مركز ده صحيح؟ هل فعلاً كلام الدكتور مركز أن كل الوصايا التي هي في العهد القديم في نموس موسى الستمية وتلاتاشر وصية هل أتت المسيحية وشطبتها كلها؟ دكتور مركز بيقول لنا أنه المسيح أكد على أهمية حفظ النموس وجاب لنا أكتر من شاهد فكلمني في فيديو الفيديو اللي جالي هنشوفه بيكلمني عن الشاب الغني في مادة 19 الذي أتى للرب يسوع وقال للرب يسوع أي المعلم الصالح ماذا أعمل لكي أرس الحياة الأبدية؟ نشوف الفيديو ونرجع نعلى عليه جاء رجل إلى المسيح عليه الصلاة والسلام قال أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فالمسيح قال له إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له أية الوصايا؟ فقال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرخ لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك أحب قريبك كنفسي قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي هذه يحفظها كل الناس الوصايا العشر فماذا يعوزني؟ ماذا أيضا ينقصني؟ قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء كويس فالدكتور مونكز بيقول لنا أن الشاب الغني دوان آتى للرب يسوع وكويس أن الدكتور مونكز عدى الجزء اللي هو لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا الله وقد يكون الدكتور مونكز اقتنع بإجابة المساحيين أن المسيح لا ينفي عنه الصلاح بل يؤكد لهوته من خلال هذا النص لكن ده مش موضوعنا لكن رب يسوع بيكلم هنا إنسان يهودي شاب غني يهودي هذا الشاب الغني ماذا أعمل لك يقرس الحياة الأبدي ده السؤال فالرب يسوع قال له احفظ الوصاية فقال له قد حفزتها هذه كلها قد حفزتها منذ حداثتي فماذا بعد وهنا يا دكتور مونكز أحابب أكد نقطة إنه رب يسوع هنا بيكلم مع شاب يهودي يعني ما يجيش واحد من الإخوة المسلمين من تلمزتك أو من أتباعك أو من الذين يسيرون على نفس المنهج بتاع حضرتك ويقول لي آد يا هو لا فيه خلاص بالدم ولا فيه خلاص بسفك الدم ولا يحتاج الإنسان أن يموت المسيح من أجله فالمسيح قال لو أنت عايز تدخل الحياة الأبدية احفظ الوصاية على فكرة وبيكلم من شخص يهودي وجزء أصيل في النموس المساوي يا دكتور مونكز هو الزباح جزء أصيل كيف يقترب الإنسان إلى الله وكيف تغفر خطاياه فجزء أصيل من الإجابة قريدي معروف عند هذا الشاب وعند السامعين كلهم أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة لكن هنا الرب يسوع بيكلمه على أنه يعيش الحياة التي أمر الرب أن يعيشها شعب الله وهذه الحياة تتمحور حوالين وصايا الله تتمحور حوالين علاقته مع الله وعلاقته مع الآخرين لكن هذا الشاب كان عنده مشكلة أكبر من كده مشكلته الأساسية هي حبه للمال مشكلته الأساسية أنه عنده سيد آخر غير الله يسود على حياته فلكي يعيش بحسب ما يدعوه الله إليه كويس لابد أن يتخلى عن السيد الذي يعبده وهو المال فلا يستطيع أحد أن يخدم سيدين فأجابة الرب يسوع لهذا الشاب يا دكتور منكز إجابة واضحة جدا جدا إجابة لا تلغي أولا كفارة المسيح أو كفارة الزبائح في العهد الأديم التي هي رمز المسيح إجابة تماشى مع نموس الله الذي يعلم جيدا كل يهودي أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يحفظ كل الوصايا فإذا أخطأ الإنسان في واحدة واحدة من وصايا النموس صار مجرما في الكل وأنه غرض النموس أنه يكشف لنا ضعف الإنسان وعجزه على أن يعيش بحسب مقيس الله وقداسة الله هنكمل الجزء دوا بس في فيديو آخر الدكتور منكز مش بس أتكلم عن يعني الشاب الغني لكن كمان بيكلم عن كلام المسيح لما بيكلم عن الكتبة والفرسين وبينتقدهم وبعدين بيقول لي تلميزه كل اللي هما بيعلمهلكو اعملوه وأما بحسب أفعالهم فلا تفعله شوف الجزء الفيديو اللي جاي بيقول لنا فيه الدكتور منكز هذا الكلام ونرجع على علاء علي في نفس آخر يقول المسيح عليه الصلاة والسلام يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون طيب يبقى الرب يسوع هنا بيأكد أنه مهم جدا أن احنا نطيع وصايا الله في النموس وأنه نموس الله كامل يرد النفس نموس الله ليس فيها عيب وما العيب فين العيب مش في النموس العيب في الإنسان الذي لا يستطيع أن يحفظ النموس الذي لا يستطيع أن يتمم كل مطالب النموس فبيصير محكوم عليه من النموس كمان فيه فيديو آخر بيكلم فيه الدكتور منكز على كلام المسيح له كل المجد لما بيكلم عن أنه قد أتيت لا لكي أنقض بل لأكمل فهو عنده تعليق على هذا الفيديو نسمعه وارجع أكمل مع حضراتكم المسيح أخبر بأنه لم يأتي لينقض ناموس موسى لم يأتي لينقض ما جاء في كلام الأنبياء لا تظن أني جئت لأنقض الأنبياء لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل طيب أن الرب يسوع هنا بيقول للتلاميذ أنه أنا ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء ونموس والأنبياء يا دكتور منقز إشارة إلى كل العهد الأديم فالرب يسوع أوقات يشير للعهد الأديم على النموس والأنبياء والمزامير ووقات يشير إليه على النموس والأنبياء والكتب ووقات يختصر ويقول النموس والأنبياء فكل العهد الأديم لم يأتي المسيح لكي ما يمحو إعلان الله في العهد الأديم بل ليكمل وحضرتك للأسف ما أريدش يعني إيه يكمل وما معنى يكمل يكمل يعني يتحقق فيه كل ما قد أعلن في العهد الأديم هو كمال الله الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهو كمال إعلان الله وهو أيضا الذي أتى بالتفسير الصحيح لكل وصايا النموس لهذا قال سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لكم وهو أيضا فيه تتحقق كل مطالب النموس فهو الوحيد الذي عاش وتمم كل مطالب النموس نيابة عن الإنسان وهو أيضا الذي فيه تحققت كل نبوات العهد القديم ما أتيت لأنقض طبعا لكن أتى لكي ما يكمل يصل بهذا الإعلان إلى قمته عش كده يقوله العهد القديم كويس العهد الجديد سوري العهد الجديد في العهد القديم يعني موجود ممكن يكون مستور في العهد القديم والعهد القديم كويس أعلن في العهد الجديد فالعهد الجديد لم يأتي بجديد يا دكتور مونكس العهد الجديد هو تحقيق للعهد القديم لوعود الله لمجيء المسيح لملء الزمان ليصنع كفارة عن خطايا الإنسان هو الخروج العظيم الذي تحدث عنه الأنبياء من خلال المسيح عاش كده الرب يسوع قال أنه ما أتى لينقض بل ليكمل طيب نموس موسى خلينا دكتور مونكس أوضح لك نموس موسى والغرض منه علشان حضرتك بس تقدر شوية تفهم الموقف المسيحي والفكر المسيحي إزاي نموس موسى يعتبر وحدة كاملة من الوصايا بيتكون من 613 وصية 613 وصية جوهر هذه الوصايا يا دكتور مونكس هو نظام الزبائح هو كيف للإنسان الخاطئ أن يقترب إلى الله ده ده الجوهر بتاعه إزاي أنا كإنسان خاطئ يمكنني أن أقترب إلى الله ماذا أفعل هنا الرب بيقول لشعبه هذا ما يجب أن تفعله هذا ما يجب أن يكون موجود فالإنسان الخاطئ يمكنه أن يقترب إلى الله من خلال الزبائح التي هي تكفر عن خطاياه وتصنع تكفيرا للإنسان أمام الله هذه الزبائح التي كانت تقدم في الخيمة الاجتماع ثم أصبحت تقدم في الهيكل وكذلك كل الممارسات المتعلقة بها والخاصة بالتكفير عن الخطايا فهناك كمية كبيرة جدا موجود هذه أوصاف هذه الزبائح موجودة أنا جدها في سفر الخروج وفي سفر اللويين وأنا جد أيضا في سفر العدل بتكلم عنها وسفر التسنية أيضا بتكلم عنها كيف للإنسان الخاطئ أن يقترب إلى الله كويس ده نقطة مهمة جدا مهمة جدا جدا في نموس موسى وهي نقطة التكفير عن الخطايا وعشان كده كان فيه زبيحة بتتقدم الصبح وزبيحة بتتقدم بالليل عشان كده كان فيه زبائح بتتقدم كل يوم سبت عشان كده كان فيه زبائح بتتقدم مع الأعياد عشان كده كان فيه يوم الكفار العظيم عشان كده كان فيه زبائح شخصية عشان كده كان فيه زبائح نيابة عن الشعب فالزبائح مهمتها الأساسية هي أن يقترب الإنسان إلى الله الإنسان الخاطئ أنا الذي كسرت وصايا الله كيف يمكنني أن أقترب إلى الله ثانية جداً أنه أيضا تجيب على سؤال كيف للإنسان أن يقترب لله كيف يتطحر من نجاسته بالغرض الاقتراب إلى الله كمان الفرائد دي والشرائع دي بتؤكد حقيقة مهمة جدا 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 وهي أن الإنسان خاطئ الإنسان خاطئ لكن هذا الإنسان الخاطئ يمكنه أن يقترب للرب عش كده لما بنقرأ سفر الخروج مثلا بنجد أنه سفر الخروج من أصحاح 19 لما الرب بيترقى لموسى على الجبل وبيبدأ يديله الشريعة وأصحاح الشين ربنا بيديله الوصايا كويس الوصايا العاش وأصحاح 20 و22 و23 و24 بيكلمني عن بعض الوصايا المهمة بيجي بعدها على طول من أصحاح 25 يكلمني عن خيمة الاجتماع وعن أنه إزاي هذه الخيمة لابد أن تكون موجودة في وسط الشعب هو إيه الغرض من خيمة الاجتماع إيه الغرض منها ولي جت خيمة الاجتماع تفاصيلها بعد ما أعطى الله الوصايا الكثيرة والوصايا العشر أولا لأن الله يعلم جيدا أن الإنسان الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يتمم كل الوصايا ويأتي هنا سؤال إذا أخطأ الإنسان في واحدة من هذه الشرائع فماذا يفعل خيمة الاجتماع هي الإجابة على هذا السؤال إن الله هنا يجيب ويقول أن هناك خلاصا وهناك تكفيرا وهناك فرصة للرجوع للرجوع الإنسان إلى العلاقة مع الله وأن يتبرر مرة ثانية الإنسان أمام الله عندما يكفر عن خطياته وهذا التكفير لا يمكن أن يكون خارج خيمة الاجتماع أو الهيكل الذي في كل تفاصيله يرمز إلى شخص المسيح فده نقطة أساسية دكتور موركز إذا قدرت تفهمها هتقدر تفهم النموس حاجة تانية هذه الفرائد وإن كان الرب أعطاها لشعبه لكن هذه الفرائد لها معنى أبعد وأعمق من كده فالإنسان لا يتبرر بدم تيوس وعجول لكن هذا الدم هو رمز لزبيحة المسيح الذبيحة الكاملة الذي سيأتي في ملء الزمان يسوع المسيح الذي بدم نفسه دخل إلى قدس الأقداس فوجد لنا فداء أبديا يسوع المسيح فكل هذه الأمور في العهد الأديم هي ظل ده بحسب الفكر المسيحي وبحسب أيضا الفكر اليهودي هي ظل هذا الظل هو لشيء أعظم هو لشيء أعظم نحن نرى تحقيقه في شخص المسيح ونرى اكتماله في شخص المسيح وعش كده بنرى أن هناك علاقة ما بين العهد الأديم والعهد الجديد ليس تناقض ولكن اكتمال ليس تناقض ولكن تحقيق ليس تناقض ولكن إعلان اكتمال هذا الإعلان في يسوع المسيح الرب يسوع في حياته وأثناء خدمته لما تقرى الأنجيل يا دكتور منقز لم يعتد بكثير من هذه الفرائط لم يعتد بكثير من هذه الفرائط هتقول لي إزاي هقول لك الفرائط بتمنع أن الإنسان يلمس أبرس لأنه هيتنجس لكن المسيح في معاملته مع البرس كان أول حاجة بيعملها قبل ما يشفيهم أنه يمدي إيده ويلمسهم الفرائط بتمنع أنه الإنسان يلمس ميت والمسيح عمل العكس وقف النعش لابن الأرملة وأقامه اعتبر أيضا المسيح أن غسل الصحون والأبارق والأدوات الإنسان يشرف فيها ويأكل فيها اعتبرها أنها مش هي اللي بتنجس الإنسان فليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان أملي ده هو اللي بيخرج من الفم هو اللي بينجس الإنسان نقل أنه من الفم بتخرج كل الأفكار من القلب بتخرج كل الأفكار الشريرة زنا فسك ضعارة عهارة كل هذه الأفكار بتنبع من القلب فليس ليس غسيل اليد ينجس يطهر الإنسان وليس غسيل الفواكه ينجس الإنسان ولا يطهر الإنسان بل الذي يطهر الإنسان أن يكون له قلب طاهر وبالتالي لما لما الفرسين انتقدوا تلاميذ المسيح عن هذا الأمر الرب يسوع أعلمهم درس مهم جدا أنه مش اللي بيدخل الفم بينجس الإنسان لكن الذي يخرج من الفم من القلب ينجس الإنسان مش غسلك لإيدك هيوقفك طاهر قدام ربنا مش الوضوء اللي انت بتعمله هيجعلك طاهر قدام الرب لكن غسيل القلب اللي جوه هو الأهم أن يكون قلبك نقي وطاهر وبدون خطايا ويكون تفكيرك سليم بلا نجاسة وبلا وبلا عهارة ما انت ممكن تخسل إيدك زي ما تخسل وتوقف قدام ربنا وتوقف تصلي لكن في قلبك قرهية وبغضى عمرها ما هتفيدك كمان رب يسوع اعتبر أن كل الأطعام طاهرة وأن كل خليقة الرب طاهرة لأن حجاب الهيكل كان بيفصل ما بين قدس الأقداس وما بين القدس ما كانش حد يقدر يدخل إلى قدس الأقداس حيث الشركة مع الله يرمز إلى الشركة مع الله لكن عندما انشق الحجاب وانشق من أعلى إلى أسفل بمعنى مش الإنسان هو اللي شقه من تحت الفوق أنا لو انت شايفيه ستارة عالية جدا بنبدأ نشقها من تحت الفوق لا 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 ده انشق من فوق إلى أسفل من أعلى إلى أسفل الله هو اللي شق هذا الحجاب لكي ما يقول الآن قد انفتح الطريق من خلال عمل المسيح ليكون للإنسان شركة دائمة مع الله فالمسيحية هي اكتمال وتحقيق للعهد الأديم الفرائد والنموس والنوميس المتعلقة بالذبيح والكفارة اكتملت أو تحققت في شخص المسيح الذي هو حمل الله ده يعتبر لب النموس يا دكتور منكس قلب النموس المساوي كويس نجي إلى جزء آخر دكتور منكس بيدينا مثل انه زي انه المؤمنين او المسيحيين يعني مش بيحترموا نموس موسى فناخد الفيديو اللي بعد كده ونشوف الدكتور منقز بيقول لنا ايه عن نموس موسى سألنا نأخذ نموذجا من الوصايا التي أوصى بها المسيح عليه الصلاة والسلام هذا واحد مما كان يوصي به الفريسيون احترام يوم السبت اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك السؤال هل هناك مسيحي واحد يحترم السبت اليوم هل يوجد من يلتزم بهذا الأمر الجواب لا سعيد الدكتور منقز بيقول لنا ان احنا لازم لازم نلتزم بيوم السبت اولا انا عايزك يا دكتور منقز قبل ما تنط كده للملخص بتاعك انك تدرس يعني ايه السبت تدرسه بابعاد المختلفة تدرسه بحسب ما فهم اليهود تدرسه كيوم راحة تدرسه كمفهوم لهوتي كويس وليس مجرد يوم السبت يعني يوم السبت السبت يا دكتور منقز كواصية جعلة من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت ده ما علمنا اياه الرب يسوع لكن في العهد الجديد يا دكتور منقز في العهد الجديد يوم السبت بالنسبة لنا هو يوم الاحد لانه هو اليوم الذي فيه اقام رب المجد يسوع المسيح من بين الاموات فنحن نقدس هذا اليوم نحن نجتمع فيه لكي ما نعبد الله نحن فيه نتذكر المسيح الذي مات من اجلنا وقام من اجل تبريرنا وعش كده تجد الكنيس كلها والمؤمنين والعالم الغربي كله بياخد يوم الحد لانه في الايمان المسيحي الاحد حل مكان السبت وصار يوم للعبادة وصار هو يوم الراحة كويس انت يا دكتور منقز بتقول انه انتو بتحترموا نموس موسى وان انتو بتحترموا الانبياء وان انتو بتحترموا كل ما جاء به الانبياء طبعا بحسب فكركم والسؤال هو ليك طب ليه انتو مش بتحترموا يوم السبت ما من ضمن الوصايا البتاعة موسى كويس ولا ده ما بيتطبقش عليك ليه بتجتمعوا يوم الجمعة ليه بتاخدوا الجمعة جازة مش السبت احنا عندنا في الايمان المسيحي اول الاسبوع هو يوم الاحد ده يوم السبت بتاعنا اليوم الذي فيه قام يسوع المسيح من بين الاموات وتقرأ اعمال الرسل هتكتشف انه التلميذ كانوا بيكتمعوا في اول الاسبوع لو يوم الاحد وانه يوم الاحد لهوتيا حل مكان يوم السبت كويس ناخد نقطة اخرى الدكتور مونكس بيأكد فيها على انه السبت ده مهم جدا السبت ده مهم جدا وهو لا يعلم ان رب يسوع كان بيكلم اليهود في هذا الكلام ناخد الفيديو اللي بعد كده ونشوف حفظ السبت يقول لهم متى نظرتم رسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس حينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال ويل للحبال والمرضعات في تلك الايام من صعوبتها صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت النسيح بحسب الانجيل مات على الصليب ثم بعد ذلك جاءت بعض النسوة وساعدوا نيقوديموس وقاموا بدفنه وفي السبت استرحنا حسب الوصية لماذا ارتاحت النساء في يوم السبت حسب الوصية حسب وصية نموس موسى لكن لو كملت ارية هتجد ان المسيح قام في اليوم في فجر يوم الاحد كويس ودوان بالنسبة المؤمنين هو اليوم الذي حل مكان يوم السبت وبعد ذلك ما اقول لهم صلوا لكي لا يكون هروبكم في شتاء ولا في سبت اه ده حقيق اليهودي بيقدس يوم السبت اليهودي بيقدس اليهودي بيقدس يوم السبت اليهودي لا يستطيع ان يفعل شيئا يوم السبت واحدة من الاحداث اللي تمت هنا اللي بيكلم عنها الرب يسوع لو انت تقرأ يوم سنة سبعين يا دكتور منكز لما الرومان كان خلاص فاضل فاضل انه على مجموعة من الغيرين هذه المجموعة من الغيرين احتمد بمصادة ودي منطقة عالية جبلية واحتمد فيها انه اليوم اللي تهزموا فيه كان يوم سبت لانهم لم يستطيعوا ان يحملوا سيوفهم ليدافعوا عن انفسهم يوم السبت احتراما وتقديرا لوصية الرب قدس يوم السبت هناك يا دكتور منكز العهد الجديد والعهد القديم والعهد القديم يقود للعهد الجديد لكن العهد الجديد يرى تحقيقا لوصية العهد القديم بصورة او باخرى وعش كده هاجي للنقطة المهمة التانية النقطة المهمة وهي علاقة المؤمن في العهد الجديد بالنموس المساوي علاقة المؤمن في العهد الجديد بالنموس المساوي اي واحد فينا بيدرس النموس المساوي يعرف أن النموس المساوي بيتكون من ثلاث أقسام بيتكون من ثلاث أقسام أساسية بيتكون من النموس التقصي كل ما هو له علاقة بالتقص بزبائح طهارة نجاسة كل ما هو له علاقة بالأمور التقصية العبادات كل ما له علاقة بالعبادة كل ما له علاقة بكيف يقترب الإنسان إلى الله كل ما له علاقة بكيف يتطحر الإنسان من خطيئه نموس التقصي لكن كمان في جزء آخر في نموس موسى بنطلق عليه النموس المدني يعني إيه المدني يعني علاقتي مع جاري علاقتي مع الناس اللي في الشارع يعني أنا لما أبني بيت كويس وأعمله سقف لو عملت مطلع لهذا السقف السقف اللي فوق لازم أن أنا أعمل سور للسقف اللي فوق ليه علشان لو حد طلع من أولاد قريبي أو من جراني أولاد جراني ما يقعش من فوق فالسور يبقى أحماية دي بسميها قوانين مدنية ده القانون المدني لو أنا عندي ثور نطاح وعارف إنه بينطح وإنه ممكن يأز حد وخليته وضرب حده موته يبقى أنا هدفع عقاب لكن لو أنا معرفش إن السور ده ونطاح وعمل حد يبقى العقاب أقل كل النموس المدني يا دكتور منقز ده ون مرتبط بالأرض مرتبط بالأتنين دول النموس التقصي والنموس المدني مرتبطين بالأرض مرتبطين بشعب واحد وهو شعب إسرائيل كويس مرتبطين بوجودهم على أرض كنعان بالأرض التي أعطاهم الرب أن يعيشوا فيها ده النموس التقصي والنموس المدني النموس التقصي ده مرتبط باليهود وكيف يقترب اليهود إلى الله النموس المدني مرتبط أيضا بالوجود في الأرض ومن النموس المدني يا دكتور منقز من النموس المدني معظم مبادئ شركات التأمين في كل العالم خدت مبادئها من النموس المدني فكرة التعويض فكرة أنه مثلا لو أنا في أمريكا ما أقدرش سوق عربية من غير ما يكون عليها تأمين وأهم جزء في التأمين أنه التأمين يكون بيغطي مصاريف الشخص اللي أنا ممكن أسيء ليه بعربية يعني ممكن يبقى تأمين شامل يغطي مصاريف عربية لو قلت لها حاجة في حياتي سوانا الغلطان ومصاريف الآخر أيضا وعربيته لكنها يغطينا احنا الاثنين لكن ممكن اللي هو المنموم بيسمون ليابلتي أنه ممكن أنت عربيتك مش عايزها خلاص يعني ده قرارك الشخصي لكن ما ينفعش تسوق عربية ما يفعش تأمين يغطي لعربيت الشخص الآخر لو أنت اللي خبطته ده تتسحب منك رخصة تأمين لك محضر تأمين لك قضية لو أنت ساعة عربية من غير تأمين تأمين البيوت كل أنواع تأمينات ده ده بقولك شركات تأمين واخداء القوانين ما بين الناس العلاقات ما بين الناس حتى القوانين الوضعية كويس متاخذ مبادئها من نموس المدني فكرة القضاء إلى آخر كل هذه الأمور فإحنا عندنا في النموس موسى القسم الأولاني النموس التقسي متعلق بالزبائح قسم الثاني النموس المدني المتعلق ب علاقتي مع أجاري وقريبي واللي في الشارع معايا واللي في المدينة معايا الجزء الثالث يا دكتور منكز والمهم هو النموس الأخلاقي مورل نموس الأخلاقي اللي بنجده تلخيص لي في الوصايا العشر وعلى فكرة النموس الأخلاقي ده هو النموس الطبيعي اللي موجود جوه الإنسان منذ أن خلق الله الإنسان هذا النموس الذي يقول لا تقتل لا تزني لا تشتهي ما لقريبك هذا هو النموس اكرم أباك وأمك ده نموس أخلاقي كويس هذا النموس نموس موسى الوصايا العشر فيها فيها نقطتين أساسيتين النقطة الأساسية مرتبطة بالله الوصايا الأولى مرتبطة بالله اللي هي لا يكن لك إله آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا لا 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 تستخدمش اسم الله باطلا لا تحلق باسم الرب إلهك باطلا اذكر يوم السبت اللي تقدسه ده مرتبطة كلها بالله هذه الوصايا مرتبطة بالله لكن يبدأ من أول اكرم أباك وأمك لا تقتل لا تزني لا تشتهي ما لقريبك إلى آخره ده مرتبطة بعلاقة بالإنسان أخلاقيا أخلاقيا عش كده النموس في مجمله مهتم بعلاقة الإنسان بالله ومهتم بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان طيب أنا كمسيحي أنا كمسيحي وبحسب تعليم العهد الجديد أرى أن النموس التقصي دون بكماله بكماله اتحقق في المسيح فأنا ما أعملهوش لأن أنا عندي دم ثمين أعظم من دم التيوس والعجول كان بتقدم قديما لأن كل هذه كانت رمز للمسيح فأنا مش محتاج مش محتاج بما فيها يوم السبت لأنه المسيح صار هو الراحة بتاعتنا وهو راحتنا الأبدية ده نقطة مهم النموس المدني ده بيتطبق في المكان اللي أنا عايش فيه باحترم مبادئه باحترم قوانينه مش مرتبط بإسرائيل بس نموس موسى الجزء ده مرتبط بأرض إسرائيل يعني اليهودي اللي هو عايز يطيع نموس موسى وعايز يطيع الجزء المدني فيه لما بييجي في أمريكا هنا ويبقى عايش في أمريكا بيتطبق دوام من خلال القوانين الوضعية الأمريكية أما نموس الأخلاقي فده نموس كل الناس المفروض بتشترك فيه دكتور مونكس مش بس قاصر على على شعب إسرائيل ده منذ أن خلق الله الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وصار الإنسان عنده جزء من الله هذا النموس الأخلاقي موجود جوه الإنسان مفيش حضارة على وجه الأرض بتقول طوبة لمن يزني مفيش حضارة بتقول طوبة لمن يقتل معنين عندنا في القرآن أكثر من 120 آية تحرد على القتل لكن أنتم تبررونها لكن في المسيحية معروف لا تقتل لا تزني لا تشتهي ما لقريبك كل ما هو لقريبك مراته أملاكه شغله ولاده مع أنكم عندكم في القرآن ده أصبح محلل ليكم دول الكفار دم الكافر محلل مرات الكافر محللة تغدوها ولاد الكفار تغدوهم صار محلل ليكم لكن أي شريعة سماوية أي شريعة سماوية أو أي شريعة وضعية النهاردة حتى لو رحت بلادي معه معه معرفش دي فين بس هي موجودة يعني هيقولك لا تقتل ده نموس الأخلاقي أنا النهاردة كمسيحي أنا غير مطالب بدون نهائي لإني برأة تحقيق هذا في شخص المسيح وأنا بعيش دون في البلد اللي أنا عايش فيها لكن أنا ممكن أقول إنه بما إنه هناك هذا النموس هو نموس عام نموس أخلاقي أنا مطالب به أنا مطالب به المسيحية لا تحرد على القتل المسيحية لا تحرد على الزنا المسيحية لا تحرد على فعل الفحشاء المسيحية تحترم الله وتحترم الإنسان طيب نسمع فيديو آخر للدكتور منقذ وهاب يتهم المسيحية بيقول إنه إزاي رسالة العبرانيين تعتبر ازدراء للنموس شوف الفيديو اللي جاي رسالة العبرانيين فإننا سنرى ازدراءا في العهد القديم هذا الازدراء هو الذي جرأ المسيحيين على ترك هذه الشريعة وعلى اعتبارها ملغية أو مبطلة أو منسوبة ازدراء شريعة جبت منين ازدراء دي؟ جبتها منين؟ ده تفكيرك أنت لأن تفكيرك أنت سوري غلط رسالة العبرانيين ليست تزدري بالنموس رسالة العبرانيين بتحقيق النموس رسالة العبرانيين بتبدأ بإنه الله بعدما كلم الأباء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنيه هي لا تزدري بالعهد القديم هي تارت تحقيق العهد الأديم في شخص يسوع المسيح ما يعجبكش دو that's up to you يعني ده قرارك الشخصي لكن ما تجيش تفتيلي وتقولي ده ازدراء ازدراء ايه؟ هو ده هنحط له كمان قانون ازدراء أديان اللي رسالة العبرانيين تزدري بالنموس رسالة العبرانيين بتعظم الإيمان وترى تحقيق للنموس في شخص المسيح اللي انت رافض تؤمن بي عشان كده مش عقبك فنكمل الفيديو ده خلينا نكمله طيب مع بعض ازدر شريعة الله على يد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين هكذا تلغى شريعة الله التي أمر بها المسيح عليه الصلاة والسلام وقال بأنه جاء لحفظها وما جاء لنقضها لماذا؟ لأن بولوس يقول مبطلا بشسده ناموس الوصائح يعني النقطة دي الماك أوي أنه التحقيق بتاعها في المسيح أنه المسيح أتم كل الوصايا المسيح أتم في شخصه كل النموس لأنه يعلم أنه لا أحد يتبرر أمام الله بالنموس طيب فيه جزء مهم بقى الدكتور منكزي بيكلمنا عنه وهو أن المسيحية تنادي بأن كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكن لا يتصلت علي شيء وبما أنه كل الأشياء تحل لي فكل الأشياء فكل الأشياء بما فيها إيه؟ بما فيها الخطايا كل الأشياء تحل لي بما فيها الزنا بما فيها الرأس في الشارع كويس كل الأشياء تحلو ليه بس أنا مش هعملها لأنه ضميري مش سامح أن أنا أعملها هل ده المقصود؟ أولا كل الأشياء تحلو ليه هذا النص المهم هذا النص وجد في أصححين وجد في أصحح ستة من كورونسوس الأولى ووجد في أصحح عشرة من نفس الرسالة مرتين وأساس هذا النص أساسه هو نقطة أنه ما زبح للأوثان هل يحل للمسيح الذي كان وثني ويعلم أنه هناك ذبائح تزبح للأوثان لكن بعدما بتزبح اللحمة تزبح هذه الزبائح للأوثان بياخدوها للماركت ياخدوها للسوق يعني قدموا النهاردة لسي خمسين ثور في الهيكل الوثني فتجار اللحمة بياخدوا اللحمة دي وبيبيعوها في الماركت أنا كمسيحي مؤمن هل أقدر أشتري اللحمة دي وأكل منها ولا ما أقدرش أشتري اللحمة دي خالص هذا هو الأمر اللي كان فيه نقاش كويس في بعض المؤمنين بيقولي لا لا أنا فيش حاجة اسمه أوثان دا كلام فاضي ما فيش غير إله واحد ورب واحد أما كل ما يدعيه الإنسان أليها فهو ليس أليها أنا ضميري قوي وإيماني قوي الحاجات دي مش هتأثر فيها خالص واحد يقول لا 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 أنا ما أقدرش أنا 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 ما أقدرش إن أنا أكل من اللحمة دي وأنا عارف إنه زبحات الأوسان فكان فيه نوع من الخلاف هنا ما بين المؤمنين الأقوياء بينظروا للضعفاء على إنهم اللي بيأكلوا بينظروا اللي مش بيأكلوا على إنهم ضعفاء واللي مش بيأكلوا بينتقدوا اللي بيأكلوا وعلى إنهم دول يعني مش فرق معاهم فالرسول بوليس قال كل أشياء تحلو لي ومش بيكلم عن الزينة ولا بيكلم عن السرقة ولا بيكلم عن شهوة امرأة قريبك ولا شهوة أملاك قريبك ما بيكلمش عن موضوع دي خالص ده بيكلم عن هذا الأمر فقط فبيقول آه كل أشياء تحلو لي أنا ممكن أكل وممكن ماكلش لكن هناك مبادئ تحكمني إنه ليس كل الأشياء توافق وكل الأشياء تحلو لي لكن لا يتصلت علي شيء أنا الوحيد اللي يتصلت علي هو الرب يسوع أنا اللي يسيد واحد هو المسيح عشان كده في هذه الرسالة في أصحح أصحح 6 في أصحح 6 رسول بوليس بيقول كلام قوي جدا بيقول في ابتداء من عدد من عدد 9 كويس بيقول أم لسهم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوسان ولا فاصقون ولا مؤابون ولا مدقع ذكور ولا صريك ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان أناسا منكم يعني الكنيسة كان فيها ناس تابت الكنيسة كان فيها وثنيين وعرفوا الرب يسوع وهكذا كان أناسا منكم لكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلى هنا كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكن لا يتصلت علي شيء الأطعمة للجوف والجوف الأطعمة والله هيبيد هذا وتلك ولكن الجسد ليس للذنى والرب للجسد والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوتي ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ذنية حاشا أم لستم تعلمون أن من التصق بذنية هو جسد واحد لأنه يقول هكذا يكون الإسنان جسد واحد وأما من التصق بالرب فهو روح واحد اهربوا من الزنا وكل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده وهنا الرسول بيتنقل من نقطة إلى نقطة بيتنقل إزاي أنه بيحط مبدأ عام لكن في نفس الوقت بيرجع للنقطة أن الزنا مرفوض بكل الصور بتاعته مش متروك لضمير الإنسان فالله قال لا تزني خلست لكن هل الزاني توبة؟ ياس أكيد لأن كل خطية لها غفران ولها رجوع قد يكون لها نتائج في حياة الإنسان فمن يزني أتى علاقات كثيرة جدا وأساء إلى نفسه وأساء إلى جسده وممكن يصاب بالإيدز وممكن يعني يسيء إلى أسرته وممكن يخسر بيته ويخسر ولاده لكن هل إذا تاب إلى الرب ورجع للرب هل الله يقبل توبته؟ أيوة يقبل توبته المسيحية ترفع الإنسان من مستوى العبد إلى مستوى الإبن المسيحية تضع مبادئ للإنسان أن يعيش بمستوها المسيحية فيها شريعة هذه الشريعة يا دكتور مركز تتلخص في الآتي تتلخص في الآتي كل النموس يتلخص في الوسيطين دول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه الوسيطية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوسيطين يتعلق النموس كله والأنبياء وتحب الرب إلهك اللي دبر فدائك وخلاصك في المسيح يسوع مش إلهك اللي تصنع على مزاجك هذه هي الوسيطية الأولى والعظمى والثانية دكتور مركز تحب قريبك كنفسك وقريبك ده مين؟ أي شخص ليس من دينك ولا من جنسك ولا من لونك هذا هو الإيمان المسيحي المسيحية لها شريعة المسيح إلى أن نلتقف حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم